لين ليتن شاهد الإدعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا شرح لهيئة المحلفين في محكمة صدك العمولة التي حصل عليها رئيس الوزراء القطرية السابق حمد بن جاسم كونه كان مسؤولا عن إنشاء جداول بيانات المستثمرين التي أظهرت نسبا عالية تتجاوز ما حصل عليه مساهمون من الصين واليابان لتأمين ضخ مليارات الجنيهات في ذروة الأزمة المالية عام 2008 وقال ليتن إنه لم يكن على علم بتفاصيل العقود الاستشارية مع قطر التي يعتبرها الإدعاء ستارا لدفع ريشان إلا بعد فتح السلطات البريطانية التحقيق في جمع البنك رأس مال المشبوه مؤكدا أن نسبة العمولة التي حصلت عليها شركة تشالنجر المملوكة لحمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادة في قطر جاءت من ريشد بوث أحد المتهمين الأربعة لدفع ثلاثمائة واثنين وعشرين مليون جنيه كعمولة للقطريين بشأن طلبين لجمع رأس مال بالمليارات وتعرفت المحكمة على أن مؤسسات ضخط أموالا في البنك من البحرين والكويت كانت تملكها قطر وعرض الإدعاء على هيئة المحلفين محضر استجواب مع المتهمين الثلاثة الآخرين فارلي وجينكنز وكالاريس أجراه مكتب مكافحة الجرائم ونفوا جميعهم اتهامات التحايل الموجهة إليهم وستستمر هذه المحاكمة لأشهر في أول ملاحقة لمصرفيين في العالم مرتبطة بالأزمة المالية مصطفى زارو العربية لندن